قصور وقصبات أخي سمير شغوف بالصفر وتعرف مناطق بلاده المغرب في الأسبوع الماضي زار مدينة ورززات ومناطقها كعادته بعد عودته من كل جولة يوزي علينا ما اشتراه من هدايا ويطلعنا على الصور التي التقطها بمصورته وأنا أشاهد الصور أثارتني البنايات المتنوعة أردت أن يطلعني أخي على المعلومات التي عرفها عن هذه البنايات فقلت له إني أرى بنايات متنوعة وتجمعات سكنية تحيط بها أصوار ممتدة تنتهي أركانها بما يشبه الصوامع هذا أمر مثير يا أخي حدثني عن سر ذلك أجابني سمير قائلا سأصف لك ما رأيت وسأنقل لك ما عرفت اعلم أن ورززات تشتهر بالقصور والقصبات والقصر فيها عبارة عن تجمع بنايات تقليدية شيدة من الطين محاطة بصور به بعض الأبراج وهو تجمع سكاني مغلق أشبه ببلده ويضم عددا من المرافق والبيوت والمخازن للحبوب فيه ترى الزخارفة والنقوش والرموز والرصوم بألوان طبيعية تستهوي السياح الشغوفين بزيارة القصور الأثرية القديمة في المغرب أما القصبة فهي بناية كبيرة تتخذ شكل مربع تتشكل من عدة طوابق غالبا ما يخصص الطابق الأرضي للدواب وبقية الطوابق للسكن والإقامة وتتميس القصبات بارتفاع نسبي في أركانها الأربعة فيما يشبه غرفا مستقلة تستعمل لاستقبال الضيوف وكذا للمراقبة والحراسة